موسيقى حياكم الله إلى هذه الوقفة الأخبارية من قناة الفجيرة نستهلها بالعنون رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد عزون أميرة الكويت في وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح موسيقى حاكم الفجيرة وولي عهد هي عزيان أميرة الكويت بوفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح موسيقى برعاية ولي عهد الفجيرة اطلاق بطولة أندورو الثالثة للدرجات الجبلية في الخامس والعشرين من ديسمبر موسيقى السلام عليكم بعطاء صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد أهد نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تعطية إلى أخيه صاحب السمو شيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة في وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح أعرب خلالها السموه عن خالة مواساته في الفقيد راجيا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته كما بعطاء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس وزراء حاكم دبي رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان واليوهدي أبو ضبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقية تعزية ممثلتين إلى صاحب السمو شيخ نواف الأحمد الجابر الصباح كما بعط صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس العالي للاتحاد حاكم إمارة الكجيرة حفظه الله ورعاه برقية تعزية إلى أخيه شيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة في وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح نجل أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وبعطى صاحب السمو الشيخ الدكتور السلطان بن محمد القاسم يعضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيم يعضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلى يعضو المجلس الأعلى حاكم وأم القوين وصاحب السمو الشيخ سعود بن سقر القاسم يعضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة برقيات تعزياء إلى الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة وإلى الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح ولي عهد الكويت وأعرب سموهم عن خالص تعازيهم ومواساتهم في الفقيد كما بعث سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي وليعاهد إمارة الفجيرة الأمين حفظه الله وسمو أولياء العهود برقيات تعزياء مماثلة إلى الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة أصدر صاحب سمو الشيخ خليفة بن زيد النهيان رئيس الدولة حفظه الله مرسوما بقانون اتحادي رقم 15 لسنة 2020 بشأن حماية المستهلك نشير في العدد الأخير من الجديدة الرسمية ويهدف القانون إلى حماية كافة حقوق المستهلك وعلى الأخص جودة السلعة والخدمة والحصول عليهما بالسعر المعلن والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك عند حصوله على السلعة أو طلقيه الخدمة دون إلحاق الضرر به عند استعماله أو طلقيه الخدمة وتجيع الماطل الاستهلاف السليم وتسري أحكام القانون وفق المادة الثلاثة على جميع السلعة والخدمات داخل الدولة بما في ذلك المناطق الحرة وما يتعلق بهما من عمليات يقوم بها المزود أو المعلن أو الوكيل التجاري بما في ذلك التي تتم بطرق التجارة الإلكترونية إذا كان المزود مسجلاً داخل الدولة ودون الإخلال من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها أصدر صاحب السمو شيخ خليفة بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله مرسوماً بقانون الاتحادية رقم 13 لسنة 2020 بشأن الصحة العامة مشيرة في العدد الأخير من الجديدة الرسمية ويهدف المرسوم وفق المادة الثانية منه إلى وضع منظومة متكاملة من القواعد والنظمة العلمية والتطبيقية لغيات تعزيز وحماية الصحة العامة وفقاً للمبدأ الاحترازي والبراهين العلمية المؤكدة وطبقاً للوائح الصحية الدولية إلى جانبي تعزيز التنصيق والتعاون على كافة المستويات الداخلية والخارجية في مجال التأهب والاستجابة لمواجهة المشاكل الصحية ورفع مستوى وعي المجتمع بالعوامل والمخاطر التي تؤثر على صحة الإنسان ومسبباتها وترسيخ الشعور بالمسئولية الفردية والجماعية والعمل على زيادة توعية المجتمع بأسليب وقاية صحة الإنسان أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الزراء رعاه الله بصفته حاكماً لإمارة دبي المرسوم رقم 36 لسنة 2020 بتشكيل مجلس أمنا مؤسسة بنك الإمارات للطعام برئاسة سمو الشيخة هند بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم الرئيس الأعلى للمؤسسة ويضم المجلس في عضويته مدير عام بلدية دبي نائباً للرئيس والأعضاء نائب أمين عام مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر والمدير التنفيذي لقطاع النشر في مؤسسة دبي للأعلام والمدير التنفيذي لقطاع حقوق الإنسان بهيئة تنمية المجتمع في دبي وممثلاً عن كل من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري ومؤسسة مبادرات محمد بن راشد المكتوم العالمية ومجموعة صناعة الأغذية والمشروبات وتتم تسمية ممثلي هذه الجهات من قبل مسؤوليها كما تضم العضوية المدير التنفيذي لمؤسسة بنك الإمارات للطعام ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زيد آل نهيان وليعهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدعم الدول الشقيقة والصديقة ومساعدتها بقطاع الصحي للتصدي لجائحة كوفيد-19 تم إرسال طائرات مساعدات عاجلة إلى الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة تحتوي على أكثر من عشرة أطنان من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص والتنفس بالإضافة إلى فريق طبي متخصص وذلك لدعمها في احتواء جائحة كوفيد-19 طلق صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الفجيرة حفظه الله ورعاه برقية تعزية من الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس وزراء دولة الكويت أعرب فيها عن خالص تعزيه ومواساته في وفاة المخفولة بإذن الله تعالى شيخ عبد الله بن حمد بن عبد الله الشرقي سائلان المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان تفقد صاحب السمو الشيخ دكتور سلطان بن محمد القاسم عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أمس عددا من المشاريع الحيوية والأكاديمية والخدمية في مدينة خورفة كان واستمع صاحب السمو حاكم الشارقة إلى شرح حول المشاريع المقامة وسير العمل فيها وأبرز المراحل المنجزة حيث استهل سمو زيارته بتفقد المشاريع الأكاديمية والتوسع الجديدة لجامعة الشارقة فرع خورفة كان واطلع سمو على سير الأعمال في المباني والقصول ومختلف المرافق موجها بتوفير البيئة التعليمية والأكاديمية الأمثل للطلبة بما يتواكب مع تطور المستوى الذي وصلت إليه الجامعة ثم توجه صاحب السمو حاكم الشارقة لتفقد المشاريع السياحية والترفيهية ومنها مشروع منتزه ميدان خورفة كان الواقع مقره أسفل جبل نصب المقاومة وتبلغ مساحته 163 ألف متر مربع وتجول سمو في أرجاء المنتزة مطلعا على ما يضمه من خدمات ومرافق ترفيهية مستمعا سمو إلى قطة التطوير وأبرز الخدمات الإضافية ثم عرج صاحب السمو حاكم الشارقة لزيارة نصب المقاومة والذي تم تشجيله تخليدا لتضحيات أهالي خورفة كان الذين سطروا أروع التضحيات في سبيل الدفاع عن مدينتهم ضد الغزو البرتغالي في عام 1507 وطلع سموها للمرافق والخدمات المستقبلية لمبنى النصب ومن بينها الصراحة ومطعم للزوار والسياح الذي أقيم على مساحة 393 مترا أيضا افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور السلطان بن محمد القاسم عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أمس جامعة أبو بكر الصديق في مدينة خورفة كان وبعد إزاحة السيطار إذانا بافتتاح الجامع اطلع صاحب السمو الشيخ الدكتور السلطان بن محمد القاسم على ما يضمه من مرافق خدمية هذا وقد شيد الجامع الذي بني على نفقة الشيخة الشيخة بن محمد القاسم على مساحة تبلغ 1860 مترا مربعا وفقا للطراز المعمري الحديث الممتزج بالطابع التراثي أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيم عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان قرارا أمريان بتعيين خالد عبدالوهاب الخاجة أمينا عاما لهيئة الأعمال الخيرية العالمية في عجمان ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية أصدرت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية أم الإمارات حفظها الله قرارا بتشكيل اللجنة العليا لبرنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز وذكاء المجتمعي برئاسة سمو الشيخ ذهاب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبو ظبي وتشمل مسؤوليات اللجنة العليا المكلفة من قبل سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الإشراف العام على برنامج سموها للتميز وذكاء المجتمعي ورسم سياساته واعتماد خطة عمله واعتماد الموازنة السنوية وتحديد أوجه الصرف على نشاطات البرنامج والجوائز التابعة له وفقاً للميزانية المعتمدة بالإضافة إلى إطلاق البرنامج الزمني للدورة الجديدة ومتابعة الأداء العام واعتماد أسماء أعضاء لجنة التحكيم وفريق التقييم والاجتماع بهم للاطلاع على التقارير النهائية للمرشحين وأيضاً اعتماد النتائج النهائية للفائزين تمهيداً لرفعها للرئيسة الأعلى وأخيراً الاطلاع على الخطط التطويرية وعلى التقرير النهائي ثبتت وكالة فتش للتصنيف الاعتماني تصنيف الإصدار الاعتماني طويل الأجل لشركة بيترول أبوظبي الوطنية أدنك عند دبل اي بلاس مع نظرة مستقبلية مستقرة وأوضحت الوكالة أن هذا التصنيف يعكس الإنتاجية العالية التي تحققها أعمال أدنك في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج والاحتياطيات النفطية الكبيرة وتكرفة الإنتاج المنخفضة والنجاح الذي تحققه الشركة في الاستفادة من مجلات وفرص الدمج والتكامل في قدراتها وشركاتها أو وشركاتها لتعزيز وزيادة القيمة والملاءة المالية العالية والمرونة المالية والمجنية المنخفضة والأرباح العالية التي تحققها الشركة وتماشيا مع معيير تصنيف الكينات المرتبطة بالحكومة ومعيير تصنيف روابط الشركات الرئيسية والفرعية أكدت فيتش كذلك تثبيت أدنك عند تصنيف دبل اي بالنسبة للقدرة على الوفاء بالتزاماتها طويلة الأجل مع نظرة مستقبلية مستقرة تتماشى مع التصنيف السيادي لأبوظبي بما يعكس روابط القوية بين أدنك وحكومة أبوظبي نظم مركز زايد للدراسات والبحوث التابع لنادي تراث الإمارات ندوة نفط راضية تحت عنوان ريادة تجربة دولة الإمارات لتطوير قطاع النفط والغاز وذلك لما يشكله هذا القطاع الحيوي من أهمية كبرى واحتفاء بالمناسبات التي شكلت نقاط تحولا في مسيرة اكتشافه وإنتاجه لسيما مع حلول ذكرى الرابع عشر من ديسمبر الذي شهد تصدير أول شحنة نفط من الحقول البرية إلى العالم تناول المشاركون في الندوة مواضعة محورات حول بدايات عصر النفط وأبرز المناهج الرئيسية التي تبعتها الدولة في سياستها النفطية كسياسة منع حرق الشعلة والمحافظة على البيئة البحرية المحيطة بحقول النفط والعمل على تنميتها واستخدام تكنولوجيا انتقاد الكربون وتخزينه والاستثمار في الطاقة المتجددة بالإضافة إلى ظروف المعطيات التي رافقت مسيرة انفياز النفطي في إمارات أبوظبي كما تم الإعلان خلال الندوة عن إصدار كتاب الطريق إلى صناعة نفط أبوظبي للباحثة الشمس الظاهري الذي يرصد الحقبة الزمنية التي شكل اكتشاف النفط في إمارة أبوظبي خلالها نقطة تحول تاريخية اشتركوا في القناة برعاية كريمة من سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي وليعهد إمارة الفجيرة الأمين حفظه الله ينظم مركز الفجيرة للمغامرات النسخة الثالثة من بطولة أندورو للدرجات الجبلية التي سوف تقام يوم الجمعة المقبل في 25 من ديسمبر الجاري على مضمار الطويين للدرجات الجبلية حيث تمتاز هذه النسخة الاستثنائية من البطولة بمشاركة محلية وعالمية واسعة جاء الأعلان عن البطولة خلال مؤتمر صحفي عقد ظهر اليوم في فندق ريال أم في الفجيرة برعاية كريمة من سمو الشيخ محمد حرصة دائم على إقامة هذه السباقات لدعم الشباب وتسليط الضوء على المواقع الطبيعية الموجودة عندنا في دولة الأمارات هذه النسخة طبعا مفردت بالظروف الي مر فيها العالم من كوفيد 19 قدرنا نسلط الضوء على المتسابقين داخل الدولة بالإضافة عندنا بعض المشاركين الي هم من خارج الدولة بعض المحترفين من أمريكا من جنوب أفريقيا كذلك من بريطانيا كثير من الدول العالم المشاركين وهذه المرة زاد عدد المتسابقين المواطنين في هذه الفئة معروفة هي رياضة دراجات الجبلية شوي فيها صعوبة لكن الحمد لله يعني قدرنا نستقطب كثير من المواطنين وهذا هو الهدف من مراء البطولات هذه أن نأهل شباب مواطنين يدخلوا في هذه الرياضة ويصلوا للعالمية السعوداء جدا بإطلاق النسخة الثالثة من سباق اندورو للدراجات الجبلية هذه النسخة اللي ستقام إن شاء الله في طويين مضمار طويين للدراجات الجبلية يوم الجمعة 25.12.2020 الساعة 6 بيكون التجمع إن شاء الله تعالى والتسجيل لغاية الساعة 7 وبعدها بيبدأ السباق إن شاء الله نهايته إن شاء الله على الساعة 10 بهدف استشراف مستقبل التشريعات والعمل على تطويرها نظم مجلس شباب وزارة العدل ورخة عصف ذهني بعنوان تشريعات ووظائف المستقبل القانونية وذلك في مقاري مركز الشباب بدبي وبمشاركة أكثر من 30 شابا من العاملين في عدة جهات حكومية وعدد من المحامين والمختصين القانونيين نقش المشاركون في الورشة التشريعات الخاصة بالاقتصاد الرقمي وذكاء الاصطناعي وتطوير تشريعات تدعم الشركات الناشئة كذلك أليات قياس الأثر التشريعي من خلال تقنيات الحديثة وتصورات المستقبلية للتشريعات كما تم تصليف الضوء على شكل التقادي وطبيعة مهنة المحامة ومصير الوظائف القانونية التقليدية في المستقبل وفي الختام أقرت أو أقرت جملة من التوصيات تتعلق بأعداد برامج تعليمية في الأمن السيبراني وتعزيز قانون حماية الملكية الفكرية فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى تبني سلسلة من التشريعات ذات الصلة سعيا منها نحو توثيق الحركة التشكيلية في الإمارات وتعزيزا للوعي بثقافة البصرية تشلت جمعية التجارة التقافية المتحف الرقمي للفن التشكيلي الإماراتي على تطبيق إنستغرام ليكون منصة تنشر إبداعات الفنانين الإماراتيين وتلقي الضوء على ما يختزن الوطن من مواهب فنية متميزة وسيكون المتحف مرآة للإبداعات الوطنية وصورة تعكس الاحترام للفن التشكيلي وعناية الدولة به وبمفرداته المتنوعة والتي تعتبر من الفنون الحضرية لأي بلد بحسب مدير عام الجمعية سعادة خالد الضنحاني الذي أشار إلى أن رؤيتها كانت بتوجه إلى قطاعات الشباب لتعريفهم بالمنجز الفني لإماراتي وخلق منصة تواصلية مع الجمهور العربي والأجنبي لقراءة نتاجنا وإبداعات أبنائنا ورواد الحركات التشكيلية في الدولة وتقديم مساحة خاصة أيضاً للمواهب الشابة لكي تنطلق نحو الإنجاز والثقة في مجال الفن التشكيلي هذا وسيمثل المتحف رقمي مواتاً لمتحف فني رائد على أرض الواقع وقد تم تشكيل مجلس استشاري للمتحف يقوم بمهمة الإشراف على رسم الخطط والبرامج المستقبلية وتقييم الأعمال الفنية قبل نشرها يضم نخبة من الفنانين الإماراتيين المشهود لهم بالدأب والحضور في المجال التشكيلي ارتقاءنا بالمهارات المبتكرة وتماشينا مع رؤية الدولة وتوجهاتها المستقبلية التي تعول على عقول أبنائها في دفع عجلة التطوير في مختلف المجالات الحيوية أعلنت مؤسسة الفجيرة للموارض الطبعية ممثلة بوحدة التمييز والابتكار عن إطلاق مصابقة فكرة كابتكار الافتراضية حيث تستهدف المصابقة طلبة المدارس الحكومية والخاصة من مختلف الفئات العمرية لتحفيزهم على ابتكار مشاريع علمية رائدة يمكن تطبيقها على أرض الواقع وخلق روح التجربة بينهم وتمكينهم من اكتشاف مواهبهم ومهاراتهم وتقديم الدعم المناسب لهم للوصول بهم إلى آفاق جديدة في مجال التكنولوجيا والتعدين والأمن والسلامة بالإضافة إلى البيئة والموارض الطبعية ويشترط للمشاركة في المصابقة أن تكون الفكرة جديدة وفعيدة مع تقديم شرح مفصل حولها والهدف من طرحها كما يشترط تقديم الفكرة من قلال قال بإنفوغرافيك أو عرض تقدمي أو مجسم هذا وسيتم تكريم المراكز الثلاثة الأولى بجوائز قيمة إلى جانب تبني مشاريعهم في مختبر الابتكار المرتقب على أن يتم الإعلان عن المصابقة عبر الوسائل الملائمة وسيجري تشكيل لجنة اكتيار أفضل الأعمال المقدمة مع الحرص على حفظ الحقوق والملكية الفكرية في دفعة قوية للجهود الرامية إلى ترتيق ريادة إمارة الشارقة على الخارطة السياحية العالمية وقعت هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة مؤخرا مذكرة تفاهم مشترك مع جمعيات الإمارات لبيوت الشباب وهيئة الشارقة للأثار من أجل الارتقاء بآليات إدارة بيوت الشباب من كافة النواحي وتحسين جودة الخدمات المقدمة لقطاع سياحة الشباب وصون البيوت التراثية وبموجب مذكرة التفاهم تلتزم هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة بمسؤوليات الإشراف على إدارة بيوت الشباب على كافة المستويات في إطار التعاون والتنصيق مع جمعية الإمارات لبيوت الشباب وتسهيل قنوات تبادل المعلومات والكبرات المطلوبة لتحقيق التطلعات المشتركة وفي ظل هذا التعاون المشترك سوف تعنا هيئة الشارقة للأثار بالقيام بأعمال الصيانة وتقديم التسهيلات اللازمة لتعامل بكفاءة وفعالية مع المستجدات التي يفرضها الواقع العملي للإشراف على المنشآت وذلك بالتنصيق بين جميع الأطراف المعنية وبالمقابل سوف تتولى جمعية الإمارات لبيوت الشباب بالتعاون مع السياحة الشارقة مسؤولية الإشراف على إدارة المنشآت السياحية الشبابية وتوفير المعلومات وعداد القوائم الحسابية وكل ما له صلة في هذا المجال تماشياً مع رسالتها الهادفة إلى الارتقاء بمستوى الأبحاث الأكاديمية المعنية بتاريخ الفن في المنطقة والعالم أعلنت مؤسسة الشارقة للفنون أسماء الفائزين بمنحة نقطة لقاء للنشر وهم علي الصافي مخرج وفنان تشكيلي وجابريالا نوجاند مؤرخة فنية وردى مومني مؤرخ فني والمجالة الإلكترونية هاكارا حيث اختير الفائزون من بين أكثر من مائة مشارك تقدمت للدعوة المفتوحة التي أعلنت عنها المؤسسة في أغسطس الماضي وسوف يحصلون على 27 ألف دولار أمريكي لدعم إنتاج المشاريع البحثية التي تندرج تحت فئتي المقالات الطويلة وإعادة طباعة المنشرات وتركز على تاريخ الفن والممارسات الفنية والمحتوى النظري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا في الرياضة وقع الاتحادان الإماراتي والإسرائيلي للجو جيتسو مذكرة تعاون لتطوير رياضة الجو جيتسو في كلا البلدين وفي العالم من خلال العديد من المبادرات والبرامج المشتركة لتمكين اللاعبين والمداربين والإداريين في دولة إمارات وإسرائيل عبر المصابقات والبرامج التدريبية جاء توقيع مذكرة التعاون على هامش بطولة الاتحاد للجو جيتسو التي استضافتها جو جيتسو أرينا في أبوظبي بحضور سعادة عبد المنعم السيد محمد الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والأسيوي النائب الأول رئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو وإريز ألراي رئيس مجلس إدارة الاتحاد الإسرائيلي للجو جيتسو وسعادة محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجو جيتسو وسعادة ساميرا روميتي عضو مجلس إدارة الاتحاد الإمارات للجو جيتسو وفهد الشامسي الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو وأليشا بوبلانجر رئيس التنفيذي للاتحاد الإسرائيلي للجوجيتسو وتتضمن مذكرة تعاون انتزام الطرفين بالعمل على تنمية وتطوير وتمكين هذه الرياضة وتبادل إقامة معسكرات التدريب المشتركة للمنتخبات الوطنية الإماراتية والإسرائيلية ورياضيين المحترفين إلى جانب المطولات الخاصة التي ينظمها البلدان كما تنص مذكرة على تبادل الخبرات الفنية وعقد ورش عمل للأطقم التحكمية والإدارية كشفت اللجنة الإعلامية لحملة أنت مسؤول خلال مؤتمر صحفي عقدته عبر تقنية الاتصال المرئي كشفت عن استراطات ممارسة رياضة الطيران الشرعي واستخدام الطائرات الشرعية تستهدف حملة أنت مسؤول تعريف ممارسي الرياضات الجوية الخفيفة والطائرات الشرعية بالشراطات ممارسة هذه الرياضات وأبرزها مراجعة أحد الأنتياء المعتمدة لدى الهيئة العامة للطيران المدني وهما نادي أبوظبي للرياضات الخفيفة ونادي الجزيرة في إمارات رأس الخيمة والحصول على التصريح اللازمة مع الالتزام بالطيران في الأماكن المحددة بالإضافة إلى مراجعة الهيئة الاتحادية للجمارك لتعرف على إجراءات استيراد الطائرات والتواصل مع هيئة تنظيم الاتصالات لاعتماد الأجهزة اللاسلكية أو تقنيات اتصالات المستخدمة إلى هنا نكون قد وصلنا وعياكم إلى ختام هذه الوقفات الإخبارية نشكر لحضراتكم طيبة المتابعة والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة